السلام عليكم ازايكو يا حباب قلبة عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون فيديو لسيدة كده ايرانية وكمان والدتها طبعا هي والدتها لسه جاية من الصفر دلوقت ليها وهنشوف هيعملوا ايه مع بعض وتنزماتهم في رمضان وخرجاتهم اللي بيخرجوها وتحضراتهم في رمضان ايه فيديو النهاردة هيكون فيديو حلو جدا جدا في حاجات جد ممتعة وفي اخر الفيديو برضو في حاجات ممتعة حاب اقولوكو بس لو انتو او مرة بتشوفوا القناة عندي ياريت تنوروا عائلتي الكبيرة وياريت تحطوا اللايك للفيديو وتثبتي وجودك معايا يا غالية انا عارفة انتو قدوا قدود طبعا من غير ما انا بقول والله انا بس بفكركم باللايك عشان فيك ناس كتيرة بتقول ان احنا بننسى هنا بقى كانوا هم جايبين زي ما انتو شايفين طقم كده حلال جايبين حاجات كتيرة كانوا عاملين مسابقات في رمضان على حافظ القرآن وبيخرجوها كده للناس طبعا ده في نهاية رمضان زي ما انتو شايفين بقى جايبين مايكرويف جايبين موبايلات جايبين ادوات مطبخ وادوات منزلية حاجات كتيرة جدا طبعا ربنا يجعلوا في ميزان حسناتهم يا رب اللهم امين هنا كده بقى تحتراتهم في المطبخ بتاعهم بينظفوا المطبخ او بيزبطوا المطبخ بيروقوه طبعا ممتها هي بتقول ممتها مش بتجيلها الا مثلا في المناسبات يعني من حين ماخر كده ممتها بتجيلها فزي ما انتو شايفين بقى جايب حاجات حلوة كده معيها طبعا هم هنا كانوا بيحضروا حاجة زي يعني كوب كيك فطبعا هي بتقول انا بحب ماما جدا وبحب لما بتجيلي بحس كده ان انا عندي البيت مليان كده بالبركة ومليان بالخير بجد فعلا الامهات دي حاجة عظيمة جدا ربنا يا رب يخلي كل ام مع اولادها يا رب الله ما امين وربنا يرحم مامتي ويرحم اموات المسلمين اجمعين يا رب ادعو لها بالله عليكم كل حد بيشوف الفيديو ده وبوصل لحد هنا يدعي لامي بالرحمة هنا بقى كمان كانوا جايبين اللي هي تلاجة الاسماك دي يعني طبعا اشان قلت لكم ان هي مامتها عندها ومامتها بتحب الاسماك جدا فعندهم غالبا مش بيبقى متوفر عندهم الاسماك يعني فزا ما انتم شايفين بعتت جابة الاسماك دي طبعا الاسماك ديت مغلفة وهي دلوقتي هتوريكم الاسماك اللي هي جايبها عبرو عن ايه بالضبط هي جايبة بقى جانباري وجايبة سمك أروس وجيب سمك اللي هو عندنا هنا بنسميه سمك بوري في مصر يعني فحاجات حلوة جدا هتشوفوها دلوقتي بس هي طبعا هي بتقول ان هي بتحب تجيب الحاجات دي علشان ما ممتها ده الجنباري واللي قابله سمك أروس واللي قابله سمك تونة وهنا سمك مش فاكرة كان فيه نوع سمك كده نسيت اسمها فزي ما انتوا شايفين بقى عملوا بقى مشكل كده من الأسماك أو من مأكلات البحرية فطبعا بتوريكم بقى بعد ما هي عملت الأكل كده هي وممتها أو بعد ما عملوا الفطار هي وممتها ده شكل كده الفطار طبعا هي مش هي وممتها بس لا طبعا أكيد يعني زوجها معيها وكده فزي ما انتوا شايفين بقى ده تحضيراتها هنا بقى بتقول ده روتيني اليومي أو دي حياة اليومية تصحى من نوم الصبح زي ما انتوا شايفين تفتح الستاير تشرب الزرع بتاعها الحياة عندهم جميلة قوي يا جماعة بحب جدا جدا الألوان المبهجة دي بجد بتحس كده في تفاؤل للحياة الأنوار اللي بتخليك الدنيا حلوة جدا جدا ما تحسيش باكتئاب بحب هناك جاوي ده جدا طبعا هي كانت بتوريكم البيت ما كانش منظم أو الترابيزة ما كان عليها حاجات كده شايتها وبتوريكم بعد ما بتفتح الشقة بتاعتها الصبح شايتها بتبقى عاملة ازاي نضيفة وكل عندها زي الفل هنا المطبخ برضو بتقول كان فيه شوية حاجات بتوريكم برضو بعد ما خلصت المطبخ كل ده الصبح بدري طبعا علشان تشوف اللي وراها بعد ما بتخلص بقى طبعا زي ما انتوا شايفين بتقعد تقرأ قرآن شوية وبعدين تقرأ كمان في المصحف شوية وبعد كل ده لو تلاحظوا بقى قدام منها كده الراديو الصغير ده حلو جدا جدا بتقول انا ببقى مشغالا على ازاية الكرآن علشان طبعا تبقى بتصنع فيه هي ومومتها وهم قاعدين لحد لما يخشوا يجهزوا الفطار بتاعهم ويجهزوا اكلهم اللي هما بيكلوه في اليوم يعني مرة تانية كده بتقول برضو انا بحب في نهار الصبح كده يعني ان انا اجيب الترابيزة حط عليها مفرش ابيض كده وكمان بحب جدا جدا الورود وبحب الظهور فزي ما انتوا شايفين جابت فوزة حطت فيها طبعا الظهور الحلوة دي وكمان كانت عاملة زي نظام بيض كده ملوناه والحوط بتاع الاسماك يعني عامل زي شم النسيم كده يعني في الالوان المبهجة طبعا هي بتقول ان احنا قربنا خلاص على شم النسيم خلاص وكمان دخلين على الصيف فبتوريكو ترابيزة كده بتبقى عاملة ازاي طبعا هي مبسوطة وفرحانة جدا عشان ما موتها موجودة لو تلاحظوا بقى كمان حطى بقى الطمر والبلع عشان بتقول طبعا بيغيروا رئهم يعني عليه قبل طبعا ما يفطروا حطى المصحف والشموع الحلوة والظهور الجميلة دي بعد كده بقى هنا بتوريكو طرقتها او ازاي هي لما بتقف في المطبخ كانت محضرة في طار ايه اول حاجة كانت عاملين برنجان مشوي هنا بقى بتقول يعني الناس كتير قوي بيحطوه في الفرن وناس بيحطوه على البتجاز من فوق زي ما هي ما عاملة كده فهي هنا بتقول كانت جايبة الشوية عارفين انتو الشوية اللي احنا بنشوف فيها الفراخ والحاجات دي زي ما انتو شايفين حطتها على النار وحطت فوق منها البتنجان بعد كده طبعا بقى كان البتنجان خلص وفرمته وحطت عليه خضرة وحطت عليه بسلة مش عارفة انا كاول مرة كنت اشوف البسلة وبعد كده حطت عليه الزيت والتوابل هنا كمان كانوا بيعملوا ورق عنب وطبعا احنا شوفنا كتير في دول كتير في تركيا وفي روسيا وفي العراق وكمان في ايران طبعا الورق العنب بتاعهم او المحشي بتاعهم بيبقى كله يعني في لحمة هنا بقى في التسوية مش عارفة هي كانت حطة ايه بالضبط مش عارفة ده ايه اللي كانت حطها مع ورق العنب اللي عارف يكتب لي تحت في الكومنتات علشان احنا نحب نعرف من بعض يعني في الدول برة اصناف اكلهم ايه هنا كانت عاملة حاجة زي المقبلات كده كانت عاملة طبعا ده جلاش حشيته جبنة وحطت على الوش كده سمسم وحمرته هنا كمان بتوريكوا طريقتها في الفلفل او الشطة كانت بتخليلها كده وطبعا بتقول ان بتحط معاها توم وبعد كده بتحط الملح لان هما بيحبوا جدا جدا المخلل الشطة وبعد كده حطت بابريكا وبعد كده حطت خل ومية وطبعا بتسيبوا بقى الحاد لما الشطة تبقى تتخلل وكده يبقى تمام جهز يعني بتقول كمان احنا بنحب جدا جدا لما مامتي الجيلي باخدها كده يوم على البحر ويبناكل هناك وبنفطر هناك بيبقى يوم حلو جدا جدا هنا كمان في الارض يعني عندهم اللي هو التوت بتجمع التوت او بتاخد التوت بجد حلو جدا وجوه حلو جدا طبعا في الهوى الحلو والارض الجميلة دي لما تكون بتجمع التوت كده شكله بجد يفتح النفس طبعا كلنا نفسنا في الحاجات دي ونفسنا ان احنا نعمل الحاجات الحلوة المبهجة دي هنا برضو في حاجة تانية يعني مش عارفة بصراحة هي دي دي جايلها وبصراحة انا مش عارفة هي نظامها ايه هي عاملة زي طبعا هي متغلفة على شكل بيبي او على شكل سلوبت بيبي فمن جوه كده حاجة انا مش عارفة هي دي ايه اللي يعرف يقولي وفيها عروسة مش عارفة ده بقى ايه ده بيدل على ايه بالزبط او الكوشن او الخددية اللي هي حطها قدامها ده بقى يدل على ايه مش عارفة اللي يعرف يقولي تحت في الكومنتات عشان زي ما قلتلكم ان احنا يبقى عندنا ثقافات مختلفة وكلنا نكون عارفين في جميع الدول ايه اللي بيحصل فيها يعني هنا بقى حطت اللي هي الفواكه اللي هي السيروميك على شكل السيروميك كده حطتهم برضو على الخددية او على الكيس بتاع الخددية فبصراحة مش عارفة ده شكل ده يعني بتاعي العارف يكتبلي تحت في الكومنتات هنا بقى كانت بتقول ان هي كان شعرها كان باص كده شوية او كان ايجا عليها فترة طبعا ده بيكون من المية وكده اتقصف شوية فممتها كانت جايبا لها كده ده علاج للشعر اللي هو زيت وبيبقى سيروم كده للشعر طبعا دوت بيحافظ لك على الشعر شوية وبيخلي لك الشعر بدل ما هي كانت نشفة اه هي بتقول لك طرتها خالص وبقت جميلة بالشكل ده بتوريكوا الاول كان عامل ازاي طبعا طبعا بنوع الزيت او السيروم اللي هي جايبا ده وطبعا في منه كمان الشامبو زي ما انتو شايفين كده اه وبعد كده اه اه اعتنت بقى بشعرها وزا ما انتو شايفتوا فردت شعرها كده الجو ده جو حلو جدا جدا اه جو البحر والطيور اللي مشي في البحر دي بجد حاجة حلوة وممتعة جدا جدا ده الطير طبعا اللي هو بيكون طير وبينزل في المية فبيبقى حلو جدا جدا اه يعني بصراحة اه جو حلو وبصراحة عجبني انا عن نفسي نفس طرفها في جو زي كده الواحد بقى يعني بصه يعني يحط الولاد كده على جنب ويروح بقى اه يستمخم كده مع نفسه يومين ثلاثة اه بس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتاعي النهارده يا ربي يكون الفيديو عجبكوا وتكون سيدتنا النهارده اه تكون عجبتكوا اه اسبكوا في رعاية الله وحفظه واشوفك الفيديو الجاي وين مع السلام اشتركوا في القناة